السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي طلاب برايماري 1 هنكمل مع بعض يونيت 1 في كتابنا الجميل Connect Plus 1 هنشتغل من كتاب اسمه Step Ahead هذا كتاب خارجي غير كتاب المدرسة وعندنا النهاردة يونيت 1 آخر درسي في Listen 6 عندي كلمة اللي هبدأ بها Wave Goodbye Wave يعني يشاور بإيده Wave Goodbye يعني إلى اللقاء يشاور بإيده يقول صاحبه إلى اللقاء Wave Goodbye repeat after me Wave Goodbye Say hello يقول صاحبه أهلا Say hello Say hello Sit down Sit down يعني يجلس Sit down يبقى repeat after me Wave Goodbye Wave Goodbye Wave Goodbye Wave Goodbye Say hello Say hello Say hello Say hello Say hello كتابك Close your book Close your book أو يغلق كتابه Close his book هنا يقول Close your book يعني اغلق كتابك دفع لأمر Close your book Open your book قول إلى اللقاء أو شاور لصاحبك قوله مع السلامة Wave Goodbye Say hello قول أهلا قول أهلا Say hello يبقى ده فعل أمر يبقى فعل أمر يعني اعمل كذا Say hello Sit down إجلس Sit down إجلس Sit down stand up stand up stand up stand up قف stand up Close your book Close your book يعني اغلق كتابك اقفل كتابك Close your book Open your book Open your book Open your book افتح كتابك يبقى عندي كده ست أفعال أمر طيب عندي بعض أجزاء الجسم The parts of the body Nose Nose يعني أنف repeat after me Nose فم Mouth 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 وج Fees Fees repeat after me Nose 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 Mouth 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 Fees 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 سريد يعني سريد 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 يلصق ستك أو سعمل إيه ستك ستك يلصق يقطع قط 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 أجين سريد سريد ستك ستك قط قط معلش درسنا هيبقى طويل النهاردة شوية ليه علشان أنا أحل تست على يونت وان تست عن يونت وان هناخد أكتر من اكسرسايز ونشوف أنا يهميني أعرف أقرأ علشان أعرف أحل اكسرسايز وان مارك تك مارك تك يعني ايه مارك تك هتعمل تك هنا عندي خانتين شايفهم يس أو نو يبقى لو هي الإجابة يس هعمل تك هنا لو إجابة نو هعمل تك هنا أوكي؟ طيب يبقى مش عمل غلط ولا صح ها هامل تك على متصح كلها على إيه على يس أو نو نقرأ مع بعض على مهلنا هي عندها شعر أشعر أجين هي هاس بلانت هير وبي شعر على مين على دي طب دي عندها شعر أشعر أشعر أه يس يبقى هامل تك هنا على يس لو جسم ثم ها قول يس أو نو Very good No ها عملين ايه Take Number three I have brown eyes I have brown eyes انا عندي عين بني او عين دين بني او عيون بني I have brown eyes I have brown eyes ابص اينها بني ولا لا طبعا في الصورة ممكن تكون مش معطحة بس لو عينها سودة هاقول طبعا هنا اعمل Take type لو عينها بني هاقول ايه يس بس طبعا هي عينها كده مش ايه مش بني Number four He is an adult He is an adult ده عنده كم سنة طفل مثلا adult يعني ده لو adult عنده مثلا 15-16 سنة تبقى الاجابة Yes اعمل Take هنا على Yes طيب انا يهمني زي ما قلت اعرف اقرى اوكي عشان اعرف احل اعرف اقرى اوكي Number one She has blonde hair Number two His name is Amgen Number three I have brown eyes Number four He is an adult اوكي عندي سؤال لازم يكون مزاكر جدا علشان اعرف احله السؤال بيقول ايه Rearrange the following sentences Rearrange the following questions يبقى ممكن تبقى دي جملة وممكن تكون ايه سؤال ممكن تكون جملة ممكن تكون ايه سؤال Make I friends can هقول لك السر اللي تحلي بيه صح ان انا هبدأ باللي تحتيها ايه خط اوكي يبقى هبدأ باي ايه اللي مزاكر هيقول لي I can make friends I can make friends يبقى اللي مزاكر هيقول لي I can make friends ان احنا خدناها كده طيب number two ده مش اربع كلمات ده خمس كلمات an person she is Allah is يبقى she is an elderly person she is an elderly person يبقى لازم اكون مزاكر يبقى هعتمد ان انا هقرى الجملة كتير في الدروس اللي اخدناها علشان اعرف احل السؤال يعني اللي بالنسبة لي لحد الوقت هيبقى صعب لحد ما اكون مزاكر كويس عندي السؤال الثالث سؤال الثالث الجميل supply the missing letters supply the missing letters supply the missing letters يعني ايه هكمل الحروف النقصة طيب بالنسبة لي ممكن يكون سهل جدا لانا انا مزاكر لان الكلمة الاولية هي open repeat after me open how do you spell open 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 يبقى ناقص p open يبقى ناقص الحرف اللي ناقص ايه the missing letter is pen p p p انا يبقى بتاع ايه o p e n انا يبقى ناقص الحرف اللي ناقص n very good what is it it's a pan pan what is the missing letter واضح p طيب carry 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 c u r l y c u r l y يبقى الاكسترسيز ذا لو انا حافظ الكلمات مش هطعب عندي اكسترسيز جميل تاني بيعلمني ازاي اقرأ number one she شايفانها she she ها وعندي هنا قسين فيهم ثلاث كلمات is has have وبعدها كلمة straight here straight here طيب يبقى انا مش هقولش she is straight here لكن هي عندها تبقى she has straight here ماينفعش have طبعا she has straight here number two he is five he is five هو عنده خمس سنين يبقى بين الاقواس his my here name is علي يبقى بين الاقواس ثلاث كلمات مش انا بقول he is he is five يبقى لازم اقول his name لازم اقول his name number three ابراهيم is seven ابراهيم ده ولد ولا بنت very good ولد ابراهيم is seven يبقى he is a baby a elderly person a elderly person child طبعا عن سبع سنين يبقى he is child يبقى ده كالنوع من الاسئلة اللي انا عاوز اشتغلها او احل بيها طيب تراجع اليونت علشان تعرف تشتغل الاسئلة دي كلها اوكي يبقى انت كده خلصت unit one طيب لو في حاجة صعبة انا عندي كده ست فيديوهات ست دروس الدرس امسكه تاني او اذاكره تاني او اراء تاني ويفضل تقرأ مع بابا او مع ماما معايا انت كده شاطر انت كده ممتاز كمل وانا يهمني اول حاجة علشان تعرف تحل انك لازم تعرف تقرأ وبعد كده تحفظ الكلمات اوكي هنتقبل بعد كده ان شاء الله في unit 2 good bye and good luck